السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل البداية صلوا على النبي واذكروا الله اصدقائي بهاد الفيديو رح نحكي عن طريقة حذف الفيروسات وحماية الجهاز من الفيروسات بوسط الذكاء الاصطناعي في كتير طرق لحذف الفيروسات وحماية الجهاز ولكن ما كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي في اليوم التطبيق رح نشتغل عليه وفرنا خدمة حماية الجهاز وحذف الفيروسات بوسط الذكاء الاصطناعي بطريقة سهلة وبسيطة باذن الله طبعا مهما كان نوع جهازك فيك تطبيق الموضوع كل ما عليك الان هو متابعة شرح الى النهاية السلام عليكم مرحبا فيكم من جديد ورجعنا لأكمال الشرح مثل ما كنا نحكي عن طريقة حذف الفيروسات وحماية الجهاز من الفيروسات بوسط تطبيقات الذكاء الصناعي بطريقة سهلة وبسيطة ولكن قبل ما أكملك الشرح أتمنى منك تضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر اللايك وزر الجرس هات الشيء كتير بحفظنا ومساعدنا ونستمر معكم الآن يا جماعة من أجل موضوع حذف الفيروسات أول شيء لازم نحمل تطبيق رابط حميل التطبيق بالوصف كالعادة هذا هو التطبيق بدخل عليه بعد ما حمل التطبيق ممكن يطلب منك أذونات فبتنفذ الأذونات تعطيه سماح مثلا تعطيه الوصول الى الملفات من أجل يعمل بحث عن الفيروسات بعد ما يفتح معك بهذه الطريقة بضغط على خيار مسح أو بحث يعني بيكون هوين مسح البحث نفس الأمر فهون رح يفتح لي كذا خيار في عندك المسح الذكي مسح تطبيقات مثبتة وفي عندك مسح الكامل وفي عندك مسح مخصص فأنا رح اختار المسح الكامل يفضل البحث يعني بكل الجهاز عن الفيروسات واضغط على المسح الكامل الآن يا جماعة رح يبدأ عملية البحث عن الفيروسات والملفات الضارة حلق الموضوع ممكن يأكل معك واخد طويل شوي حسب جهازك شقد الجهاز فيه ملفات وشقد فيه تطبيقات والجهاز قديم حديث فالموضوع ممكن يطول معك شوي أنا ممكن يأكل بضع دقائق لربع ساعة مثلا أو نصف ساعة لحتى يعمل بحث في كل الجهاز الآن أنا ما رح طويل للأخير مثل ماك شايف ما عنده الاكتشافات ما اكتشف ملف ضار واحد أو فيروس واحد فمشان أحزفه رح أضغط على وقف لا أعتبر انه هلأ كمك شايف يبحث عن الملفات ويبحث بالتطبيقات بس ما رح استمر للأخير مشان الفيديو ما يصير طويل رح أضغط على وقف ورح نعتبر انه حسنا رح نعتبر انه الآن عمل بحث لكل الجهاز بعد ما يعمل بحث لكل الجهاز رح يعرض لك الفيروسات والملفات الضارة اللي وجدها التطبيق رح نشوف الآن كيف رح يعرض لنا الملف الضار أو الملف اللي وجدوا أو الفيروس اللي وجدوا متل ما انا شايفين انه بعد ما انتهى من عملية البحث لان اعتبر انه انتهى فانا وقفت انا عملت يقاف لانه رح يطويل متل ما غلطت لك فرح يعرض لك الشي اللي وجدوا وجده حاليا ملف هاد الملف خطير ملف ممكن يكون في فيروسات فانتي اما اذا اعطاك ملف واحد هيك تضغط على حذف مباشر وتمتهذف هاد الملف او اذا اعطاك كتير ملفات يعني وبدون حذف تضغط على حذف الكل وهيك انتي تأكدت ان شاء الله من ازالة جميع الفيروسات من جهازك اتمنى تستفيدوا من هاد الشرح يا جماعة وادمتم سالمين